موسيقى للتسكير يوجد في التعليقات رابط لدرس أو ضمائر الفاعل بكل وساطة بعض من الضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية تستعمل وبعض من أخرى تستعمل هو هي للغير عاقل للجماد تستعمل وجميع باقي ضمائر الفاعل تستعمل إذن هي كلها تستعمل ولكن فقط وتستعملوا هذا ولعني إلى بعض الأمثلة أنا لدي سيارة أنا لدي سيارة القطة هي لديها طفل هي لديها طفل هي لديها طفاحة في هذه الحالة هي شجرة وهي جمان لديها طفل والآن بعض من التمارين لتساعدكم على البدء والآن والآن إلى المثال الأول صديقي لديه سيارة جديدة في هذه الحالة أو صديقي هي تعود إلى شخص مذكر فإذن ستأخذ هي تأخذ فإذن نضع لأنها عائدة على الذي هو صديقي بنفس الطريقة يمكن أيضا استبدال يمكن استبدال بـه إذن لماذا تأخذ لأن يمكن استبدال بـه يمكن استبدال صديقي بـه أو فإذن والآن إلى نفس المثال ولكن في صيغة الجمع أصدقائي لديهم سيارة جديدة لاحظوا أصدقائي وليس صديقي أصدقائي يوجد الجمع هنا ومن ثم أخذت لماذا أخذت لأن ترجع إلى هم وذي تأخذ إذن بنفس الطريقة يمكن قول they have a new car هم لديهم سيارة جديدة أو يمكن القول my friends have a new car أصدقائي لديهم سيارة جديدة إذن لماذا أخذت my friends have لأنه يمكن استبدال my friends أصدقائي بـ they هم they have a new car والآن إلى المثال الثاني the car has four wheels the car has four wheels السيارة لديها أربعة هجلات the car هي ترجع إلى it لأنها هي جمانت فإذن هي غير عاقل the car أو السيارة هي غير عاقل وهي جمانت فإذن ترجع إلى it وإد تأخذ has إذن بنفس الطريقة يمكن استبدال the car be it it has four wheels إنها لديها أربعة عجلات والآن بنفس الطريقة ولكن جمع the cars have twelve wheels the cars have twelve wheels السيارات لديها إثنى عشر عجلة في هذه الحالة the cars لا ترجع على غير عاقل أو جامد وإما لا ترجع على هم they have السيارات لديها وليس it has لأنها جمع يوجد اس الجمع إذن بنفس الطريقة يمكن قول they have twelve wheels إنهم لديهم إثنى عشر عجلة السيارات لديها إثنى عشر عجلة the cars have twelve wheels they have twelve wheels شكرا جزيلا للمتابعة كان معكم خالد من قناة English with Khaled الإنجليزية مع خالد على اليوتيوب شاركوا لمزيد من الدروس في المستقبل وحز موفق بالجم battle شكرا جزيلا السيارات ممتاز نسوك في بعض dimension المختلف شكرا